أنتقل بكم إلى الوردة السادسة من أوراد هذه الباقة الفواحة ماذا ورد عنهم صلوات الله عليهم في علة تشريع الصلاة تعالوا معي نحن نتحدث عن الصلاة ونتحدث عن جزء من الصلاة عن التشهد ونتحدث عن جزء من التشهد وهو الذكر الواجب القطعي لعلي في التشهد الوسطي والأخير ومن دون ذكر علي الصلاة باطلة الصلاة قذرة أساسا من دون ذكر علي الصلاة نجاسة من دون ذكر علي سؤال يطرح نفسه ما هي الحكمة ما هي العلة من تشريع الصلاة هذا هو علل الشرائع لشيخنا الصدوق الكتاب الحديثي المعروف الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني بحسب الطبعة التي تشتمل على الجزعين معه صفحة 248 الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة بسنده عن هشام ابن الحكم قال سألت أبا عبد الله الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة هشام ابن الحكم يسأل الصادقة صلوات الله عليه عن علة تشريع الصلاة وهكذا هشام يقول للإمام فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم ومتعبة لهم ويمكن أن نقول ومتعبة لهم في أبدانهم القراءتان صحيحتان فهشام يسأل الصادقة عن أن الصلاة تكون سببا لإشغال الناس عن حوائجهم الحياة مزدحمة فماذا يقول الصادق في علة تشريع الصلاة هكذا يقول وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن عن محمد وينسوه فيندرس ذكره إذن علة تشريع الصلاة لأجل أن نتذكر محمدا حينما نتذكر محمدا لوحده هذا تذكر أبتر حينما نتذكر محمدا لابد أن نتذكر علي لابد أن نتذكر فاطمة لابد أن نتذكر الأئمة من ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم وفي زمان كل إمام فإن الصلاة لأجل أن تتذكر أشيعة إمام زمانها محمد صلى الله عليه وآله كان إمام زمان نبوته ورسالته هو إمام الأئمة هو نبينا وهو إمام أئمتنا ولكن في زمانه كان إماما منزلة الإمامة أعلى من منزلة النبوة والرسالة وهذا واضح في حكاية إبراهيم فإنه نال الإمامة بعدما نال ما نال من المراتب السابقة بعدما نال النبوة والرسالة والخلة نال كل تلك المراتب أعطي بعد ذلك مرتبة الإمامة وهي إمامة بحسبه أية مقايسة بين إمامته وإمامة محمد صلى الله عليه وآله فمحمد هو إمام أئمتنا لكن محمد يتجلى في زماننا بمن؟ بالحجة بن الحسن تشريع الصلاة كي نتذكر إمام زماننا هو وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نتوجه إليه في صلاتنا وفي كل عباداتنا وفي كل أعمالنا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولاحظوا أن دعاء الندبة قبل هذه العبارة خاطب الإمام الحجة أين معز الأولياء ومذل الأعداء الأولياء يتوجهون إليه وغيرهم هم الأعداء بغض النظر أكانوا من مراجع الشيعة أم من غيرهم أكنت أنا أم أنتم دعاء الندبة ميز بين الأولياء والأعداء أين معز الأولياء ومذل الأعداء بعدها بكلمات يأتي دعاء الندبة الشريف فيقول أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذن الذين لا يحملون هذه العقيدة هم في خانة الأعداء العداوة على مراتب مثل ما هناك نصاب من نصاب السقيفة وهناك نصاب من نصاب الشيعة أيضا في رواية التقليد أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الإمام الصادق وصفهم بأنهم قوم نصاب هذا تعبير الإمام بأنهم قوم نصاب لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام فعلة تشريع الصلاة هي هذه هذا الصادق يقول وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه أين الأذان ليس واجبة الإقامة ليست واجبة إنه التشهد إنه التشهد التشهد الوسطي والأخير فهل يصح أن نذكر محمدا من دون ذكر عليهم هل يصح هذا الكلام هذه علنة تشريع الصلاة وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه باسم محمد وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن لكي لا يغفلوا عن محمد وينسوه فيندرس ذكره فعلة تشريع الصلاة هي مواعيد للقيا إمام زماننا لتذكر إمام زماننا لتذكر محمد وآل محمد هذه علة تشريع الصلاة تريدون ثقافة العثرة الطاهرة هذه ثقافة العثرة الطاهرة قد يخطر في بالكم ما جاء في خطبة الصديقة الطاهرة وهي تتحدث عن علل التشريع فماذا تقول في خطبتها وأنا أقرأ عليكم من عوالم العلوم إنها الأجزاء المرتبطة بالصديقة الطاهرة فاطمة والتي تعرف بعوالم فاطمة وهذا هو الجزء الثاني مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة بيّنت لنا أن العلة في تشريع الصلاة تنزيهاً عن الكبر عن أي كبر إنه عن الكبر الإبليسي في عدم السجود لنور محمد وعلي الذي أشرق في آدم وهذا هو الذي نجده في أحاديث العثرة الطاهرة في نفسي علل الشرائع في نفس الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة 266 باب 39 العلة التي من أجلها يستحب طول السجود لماذا؟ الحديث الثاني بسنده عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه الصادق يقول حدثني أبي عن جدي عن آبائه حينما يتكلم الأئمة هكذا يريدون أن يلفتوا أنظارنا إلى أهمية ما يريدون أن يقولوا وإلا فحديثهم واحد حديث الصادق هو حديث الله ما يقوله الصادق هو ما يقوله الله سبحانه وتعالى حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وهو حديث علي وهو حديث رسول الله وهو حديث الله ولكنهم حين يتحدثون بهذه الطريقة يريدون أن يلفتوا أنظارنا لأهمية ما يريدون أن يقولوا الصادق يقول حدثني أبي عن جدي عن آبائه أن رسول الله قال أطيل السجود لماذا يا رسول الله أطيل السجود فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا وهو استعمال دقيق للكلمات والمصطلحات أحاديثهم تنقل بالنصوص من أن يرى ابن آدم ما قال من أن يرى الإنسان لأن المشكلة مع آدم أطيل السجود فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا لأنه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر بالسجود أمر هنا في الدنيا فأطاع فأطاع فيما أمر رفض إبليس رفض إبليس للسجود لآدم كان عنوانا لكبره استكبرته كان مستكبرا فكان عنوانا لكبره وهذا الكبر تسرب إلى كيان أبينا آدم حين أكل من الشجرة إنها شجرة العلم إنها شجرة الحسد إنها شجرة الولاية إنها شجرة رمزية ترمز إلى محمد وآل محمد الأمر لا يقترب منها فأنت يا آدم لست مؤهلا أن تقترب من هذه الشجرة كن بعيدا عنها وإبليس فعل الذي فعل فحينما أكل آدم من الشجرة مصدقا ما قاله إبليس الكيان الإنساني خالطه الكبر الإبليسي هذا كبر لم يكن بخصوص آدم إنه كبر بخصوص النور الذي شع في آدم صحيح قد حسد آدم وصحيح أن الكبر بحسب الظاهر كان بخصوص آدم ولكن الحقيقة أن سر السجود لم يكن لآدم السجود كان لنور شع في آدم آدم نفسه يسجد لذلك النور هناك مجموعة فقط هي التي لا تسجد إنهم العالون إنهم العالون تلك المجموعة التي لا تسجد كل الوجود سجد لذلك النور وآدم يسجد لذلك النور فيا آدم أنت حقيقة بالأساس خلقت ساجدة لهذا النور لا تقترب من هذه الشجرة أغواه إبليس فكان الذي كان فخالط الكبر الإبليسي الكيان البشري إننا نسجد كي نطهر الصلاة لم تأتي تنزيها عن قضية أخلاقية جاءت تنزيها عن قضية عقائدية لأن الدين في الأساس عقيدة وليس أخلاقا وسلوكا الأخلاق والسلوك يأتي ضمن مجموعة الدين أما أصل الدين يا علي يا علي أنت أصل الدين أصل الدين عقيدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الرسالة كل شيء فيها فيها الأخلاق والآداب والأعراف والسلوك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الأصل العقيدة نجات الإنسان في الدنيا بالعقيدة ونجات الإنسان عند الموت بالعقيدة ونجات الإنسان في مواقف يوم القيامة بالعقيدة وعاقبة الإنسان تشخصها العقيدة فجاءت الصلاة تنزيها عن الكبر عن الكبر في جانب العقيدة عن ذلك الكبر الذي خالط الإنسان يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات معاني الصلاة ستجدون هذه المطالب قد شرحت بشكل مفصل عودوا إلى مجموعة حلقات معاني الصلاة إنها ضمن برنامج الكتاب الناطق تجدون التفاصيل هناك نذهب إلى فاصل